سلسلة استحقاقات شهدها قطاع المصارف عام 2015 وكاد يواجه مخاطر عقوبات دولية لو لا استدراك المجلس النيابي وإقرار مجموعة تشريعات تسمح للبنان بالبقاء على خريطة القوانين العالمية نحن نعرف أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولة بالدولار طالما العمليات المصرفية تجري معظمة بالدولار والودايع معظمة بالدولار والتسليفات أيضا معظمة بالدولار فإذا أي نكسي بالتعاطي مع التشريعات الدولية بيؤدي إلى حصول تعئيدات بالنسبة للوضع المصرفي في لبنان ولوضع المودعين ووضع الزبائن والآخرين فهذا الشيء تفهمته السلطات الدستورية في لبنان وعلى رأس المجلس النيابي بالطبع وإصدار هذه القوانين أراح الوضع ونحن ملتزمون اليوم بالنسبة للتشريعات الدولية بكل ما هو مطلوب على هذا الصعيد إلا أن العقوبات لم تتوقف فإصدار قوانين من الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على مصادر تمويل حزب الله أثار تساؤلات عن تأثير القطاع المصرفي بها بالأصل المصارف متقيدة باللوايح السابقة وبالتالي هذا التشريع على الصعيد المصرفي ليس له أي تأثيرات ولا إنعكاسات لا على المصارف في لبنان ولا على الزبائن المصارف ولا على المجتمع المصرفي وهو يهدف إلى أهداف أخرى خارج موضوع العمل المصرفي على سبيل تصعيد المضايقات ضد حزب الله والتعاطم حزب الله ليس هناك أي تهديد للقطاع المصرفي إطلاقا وليس هناك خوف على القطاع المصرفي لأن المصارف هي في حالة تفهم تام لكيفية إداءها لعملياتها المصرفية وبصورة خاصة على الصعيد الدولي القطاع المصرفي مرتبط باللبنانيين فالاغتراب والأسواق التي يعملون بها وبالتالي حجم هذا القطاع يوهز ثلاث مرات الاقتصاد حققنا بعام 2015 نمو بالوداية يقارب 7% وهذه نسبة مهمة جدا على الصعيد الدولي كما أن هناك نمو متواضع بالتسليفات يعني ظل الاقتصاد عم يسلف ظل المصارف عم يسلف الاقتصاد بأدر ما فيه فرص اقتصادية بالطبع السنة كان ميزان مدفوعات فيه عجز وهذا العجز كان مرتقب نتيجة التوقعات الناتجي عن الحروب الجاري بالمنطقة وعن أيضا من خفاض السعر النفط فيه نقص بالاستثمارات المباشرة يعني التوظيفات التي تأتي من المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة الاقتصاد المدد بحالة قمع بحالة تركب الانتخابات الرئيسية بتكون هي مؤشر على حصول توافق وطني بيّنت ان البنية الاستثمارية في لبنان هي بني جيدة لم يحقق ولا مستثمر خسائر في لبنان حتى في حال الأزمات فكيف اذا وصلنا لوقات تحلحلت الأزمات بصورة خاصة الأزمات الجيوسياسية اللي هي محيطة بالمنطقة ولفت طراباي إلى أنه بمجرد تحرك مسار الاستحقاقات الدستورية شهدت الأسواق اللبنانية حركة إيجابية جدا مع أن هذه المبادرات لم تصل إلى النتائج المرجوة وبعد باسل العريض قناة الجديد